سلام يا صبايا عامل اليوم يخنط الحمص بلحم الغنم وليلي ما بيحب لحم الغنم فيه يستبدل لحم الغنم بلحم البقر أو بلحم العجل وطريقة التحضير بتظلة متل ما هي وما بتتغير حبيباتي إذا عجبكن الفيديو مع طريقة التحضير ادعموا قناتي بلايك أو حتى بتعليق طبعا اختيار الأول والأفضل هو الحمص المجفف ومش الحمص يلي بيكون معلب قبل التحضير بليلة بحط الحمص بالجات وبغمروا كتير منيح بالماء وبضيف عليه قليل من الكربونات وبحركن كتير منيح مع بعض وبغطي الجات وبخليون ليلة كاملة منقوعين تاني يوم بكمل التحضير بروح على الجهة التانية بغسل الحمص كتير منيح وبحطه بالطنجرة وبضيف عليه من الماء السخنة لازم اخد بعين الاعتبار انو الحمص يكون كتير منيح مغمور بالماء لحتى الحمص عند السلق يسبح بالماء وياخد راحته وتفلش الحبة كتير منيح ويصير الاستيوة متسيوي لكمية الحمص يلي انا طبختها احتجت حوالي 3 لتر من الماء بداية بحط الحرارة على الاعلى الشي وبستنى لتظهر عندي الرغوة البيضة من بعدها بتخلص منن وبقشن كلن بس كون اكيدة بطلت الرغوة البيضة تظهر على سطح الماء بخفف النار ما بين درجة الحرارة المتوسطة وما بين العالي وبغطي الطنجرة وبتركن حوالي ربع الساعة للتلت ساعة يغلو على مهلون وبهايد الفترة لازم يضل الغطى على الطنجرة بس للضرورة بكشف على الطنجرة لشيك الحمص وبرجع برجع الغطى لمحله وبيخد بالي انو الحمص ما يستوي استوى كامل يعني بيكفي انو يستوي نص استوى للمكسيموم 3-4 الاستوى انو الاستوى الكامل بيصير بصلصة الحمرة يعني متل ما شايفين على الفيديو هيك كتير منيح بوقت الحاضر بحط الطنجرة لورا لحتى اطبخ الصلصة الحمرة وطبعا طنجرة الحمص ما بتظله مكشوفة وبضيف بطنجرة تانية وكبيرة بصلة مفرومة نعمة مع الدهن وبصير قلي البصل لحتى يدبل على فكرة من فترة قصيرة كنت حكي بفيديو وصفة البامية عن كيفية وتحضير اللحم المطبوخ ليطلع معنا طري ولزيز على العموم رح حط الرابط عن الفيديو وصفة يخنة البامية يلي بيرغب وبيهمه الامر بيضغط على الرابط وان شاء الله بيوصل الى الفيديو وللتعليمات بالكامل لاحظوا معي حبيباتي من بعد ما ضفت اللحمة لحتى قليها اول خطوة حتكون انو اللحمة حتنزل الماء اللي فيها ومن بعدها حتتبخر الماء ومن بعد ما تتبخر الماء بيضل الدهن بكعب الطنجرة وبصير قلي اللحم بالدهن تبعه وطبعا الحرارة لازم يكون على الاعلى الشي وبتابع التقلية لحتى تصير اللحمة بهيدا الشكل من بعد هيدا المرحلة بضيف كل مية الحمص على اللحمة وبحفظ الحمص لبعدين وبرجع بخلي مرأ الحمص مع اللحمة يغلي كمان مرة على اعلى درجة وعبال ما يغلي المرأ بحضر قليل من كبشق رنفل قليل من ورق الغار قليل من عودين القرفة وقليل من الحب الهيل بربط كل البهارات وبحطهم بقلب الطنجرة فاحتمال كبير بس يغلي المرأ حترجع تظهر عندي الرغوة يلي غير مرغوب فيها وإذا زهرت فأكيد بدي اتخلص من الرغوة ونضف المرأ منها بس ينضف مرأ اللحم بغطي الطنجرة وبخفف النار ما بين درجة الحرارة المتوسطة وما بين العيلي وبترك اللحمة مع المرأ تغلي حوالي ربع ساعة بعد حوالي ربع ساعة بضيف لب البندورة مع لب الفلافلة على مرأ اللحمة وبترك السوس يكمل غليان حوالي ربع ساعة هيك بس لحتى يسبك السوس رح بنقل الطنجرة لورا لحتى يغلي السوس على مهله وتابع تحضير الحمص أمام عدسة الكاميرا بنفس الطنجرة يلي سلقت فيها الحمص بتابع التحضير حطيت البصل الشرحات بالطنجرة مع شوي من الدهن عم بقلي البصل لحتى ياخد لون خفيف وبهيدا المحل يلي بيرغب فيه يشرح لفلافل الحلوة أو لفلافل الحرة مع البصل ويقليهم مع بعض وقبل ما ياخد البصل لون الكامي لو بضيف الحمص على البصل وبلوحهم كمان شوي مع بعض ومن بعدها بضيف الصلصة الحمراء على الحمص وبتركهم تقريبا ربع ساعة أو بالأصح لحتى يستوي الحمص على الأخير يغلوا آخر مرة وبالهداوي مع بعض وقبل ما تخلص الطبخة بعشر دقاي وبضيف المطيبات يلي هنه الماجي بودرة الفلافلة وبهار الأبيض مع الملح وبس لحظات بصير عنا قطيب يخنة حمص جاهزة مع الرز للتقديم حبيباتي وصلنا لآخر التحضير بتمنى هيدا الفيديو نال أعجابكم بتمنى لكم التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع وصفات أم علي